عندما تهد مع نفسك وتتونس بنفسك اللحظة التي يمكن أن تظهر فيها للسماء تقول لربنا ماهي؟ يوهوهوه هذا بس نحن صحاب نحن صحاب نحن نأخذ وندي كثير جداً وكثير قوي بقول له شيء يعني أنا وصلت في المرحلة دي يعني أنا دعاء الاستخارة ده أنا هو ده أنا بقوله ده دعاء طبيعي 150 مرة في اليوم يعني مش شرطة تكون صليت الاستخارة ولا عشان حاجة معينة اللي فيه الخير عمله ولي فيه شر بعده وخلصت شغلانة بتؤكد فكرة انه الذكر ذكر القلب والروح لا هو ذكر المظهر ولا هو ذكر اللسان ولا هو ذكر القون خالص هي علاقة الاتنين الصحاب دي أصلاً أحلى صحب في الكون الملجأ بالضبط وطول الوقت لما بيحصل ده بيقوم هو بيشاولك المشاولات كده يرميلك بيرد طبعاً أنا الإشارات دي بعتبرها رد ساعات وقتين أحكيليك حاجة بقى أنا أراهب كنت في عمره خلاص فعملت عمره لنفسي كنت عمر قصيرة قوي فعملت عمره لنفسي وبعدين نمت وعملت عمره لأمي خلاص فإيه خلصت التواف وخلصت الحاجات وكل حاجات وأنا في العمر يا رب إجمعني بأمي في جنة الخلد والحاجات كلها وبعدين نزلت إيه كان صلاة العصر وصليت قدام الكعبة كنت محزوز جداً كان كان زحمة جداً ولقيت الحجر الأسود قدامي كده فروحت إيه زارق بين الناس وروحت إيه واصل للحجر وبسته وقرأت قرآنه ودعيته وكل حاجة وأنا بخرج وقعد فالوقوع عند الحجر الأسود ده موت محقق فهما؟ لأنه الناس متكادفة فوق بعضها حدش سمعك وصوتي ما بيطلعش ولتريلي شفت الموت فلقيته يا عايزة أقوله أنا كان قصدي لما يحصل مش دلوقتي مش معقولة الاستجابة المباشرة دي يعني انت فلتني غلط أنا كان قصدي ما بقى كيلت شوية مش دلوقتي حيلاً مش حيلاً مش حيلاً بس عزيلي الاستجابة في ساعتها بجدل نعم السوفيين بيؤمنوا انه في الرقص تقرب من المولى طبعاً بتؤمن بذلك؟ طبعاً السوفيين بيؤمنوا كده وبتوقع الميديتيشن بيؤمنوا كده بصي المساميات كتيرة الحركة بالضبط الحركة والطاقة فيه طاقة انت بجد بتعمل وفكرة فعلاً بتوقع بقى اللي هم المولوي بصي كله مرتبط بكله ليه مساميات مختلفة عمرك رقصت وتفت مع نفسك وانت قاعد لوحدك قريب قوي عملت كده كنت في جالسة جالسة ميديتيشن معينة وقررت ان انا كنت نايم على الارض وان بجسمي انا هعملت دايرة كاملة فكرة دايرة عملتها بجسمي وانا بالف بخبط في حاجات انا حاسس ان دي عقبات بتقابلني يعني مش هي مخدة خبط فيها ولا كوباية لا دي عقبات في الحياة انا هعدي عليها بجده يعني عشت اللعصة دي وصدقتها وانا مؤمن انك لما بتصدقي ده بجد طبعا قوة العقل الباطن الكوم بيتقامر معاك معظم الناس بيبقى في حياتهم لحظة كده بيحصل فيها موقف او بيشعروا بشعور ما بيتقلب من محنة لمنحة بتتحول اللحظة دي من لحظة انكسار للحظة انتصار بتتغير فيها وغالبا مصيرك بيتغير بعدها حصل انيش كونولوج التحول في حياة تامر حبيب لكنها كويس قوي وبرضو حاجة ليها علاقة لبيني وبين ربنا انا طول عمي بحب السينما وبعدين قدنت فمعت السينما بعد سانوية عامة مقابلتش فايه ابويا اقنعني طبخم ليه النصيحة اللي بينصحوها دايما من الابهات لولادهم خوفا اليوم خد شهادة وبعدين السينما دي هواية والحاجات دي ويبقى معك سلاح في جيبك والجودة فسمعت الكلام ودخلت خليت تجارة واشتغلت محاسب ووصلت في مرحلة كان كل اللخبطات دقا طلعت مع بعضها يعني ايه كان الامور وصلت كده في العلاقة بيني وبين ابويا لحتة لحتة بايخة ان انا ابتديت اكتشف ان عنده حق فده مدايقني يعني الاول كنت دايما مشايله هو طول الوقت انا كنت طول عمري كنت دخين جدا فهو عايزني خس خلاص بس هو عايزني خس عشان صحيتي تبقى كويسة بلغالي كده سيادك بلغاليش ان المنظرك غيرت على العام زي الشوال كده طول لدرجة انه قابلي عربية وركنها في الجراج قالي مش هتركب مش هتخد مش هتديال غير لما تخس وبانه انه راجل عنيد ابويا وانا ابن وارس منه فانا كمان عنادته ما خستتش وما خدتش على داي خدتها بس ما خستتش خدتها بعد كده فكان وقتها كمان هو عامل لي اهو ده بسبب موضوع التخن ده بطريقة هجومه علي فباخد دواء تخسيس بي بيعصطط طبعا بيعصطط طبعا بيعصطط طبعا ويشتغل حاجة ما بحبهش خالص من تسعة الخامسة انا كائن كارو محاسب ممنوعات بسبانطلون جينس بيعصطط طبعا عكس شخصيتك خالص محروم بزاب محروم الحاجة اللي بحبها جدا فجيت في يوم كده كل ده يعني انفجر ولت غلي قطعته دوني بعد تسارف وجاني حالة هستيرية والدواء بجهباني خالص جنيني فجيت تاني يوم كنت رايح شغلي خالص فانا راكب العربية وبعدين فجأة كده وبراحة كده فتحت الإزاز وكلمته وأنا متأكد انه سمعني يا تحببني في اللي بعمله يا تاني خليني عمل اللي بحبه لان انا كده انت بشريك انت بتحبني يعني انا عالم يحبني هو بجراني خلسمية إشارة بتقولينه بيحبني فانت ده 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 فيه ظلم باقي يعني انا تعباني انا كنت مبرح عامل هبل وانت شايف في اليوم ده وحيات رحمة أمي يا مونة اتقلب 180 درجة